السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو ده بسجله بعد نهاية بطولة كلاسة علامة الاندية لسه مش عارف هنزله النهاردة او هنزله بكرة او يمكن بعد بكرة مش عارف بس يعني مش هتأخر فيه باذن الله لانه يعتبر جامع شامل ما يمكن تسماته بالنظر الى كيروش ومسلماني وتعامل الاعلام معهما خصوصا في الحدثين البارزين او الاكثر بروزا خلال الفترة اللي فاتت وهي بطولة افريقيا الامم او بطولة الامم الافريقية وكاسعام الاندية المقاومة بالامارات ويمكن اختزال الموضوع في كيروش ومسلماني سببه من وجهة نظري هو ان شخصية الاثنين يعني بالبلد دي كده طفحت على الفريقين طفحت على الفريق المصري في مواجهة المنتقبات الافريقية ومسلماني ظهر برضو شخصيته بشكل جبير جدا في مباراة النادي الاهلي في كاسعام الاندية بالنظر الى ان منتخب مصر يمتلك بيك سوبرستار او ميجاستار بحجم محمد صلاح بينما النادي الاهلي في الوقت الحالي او في بطولة افريقيا بطولة كاسعام الاندية تخلى عنه او تخلى عن عدد كبير من نجومه وتخلى عنه عدد اخر من النجوم للاصابة بعضهم كان مع المنتقب وبعضهم كان مصاب فكان واضح ان الفوارق المراضي مش هتكون في الشكل او التاكتك او اللعيبة بقدر ما هيبقى الفرق في تعامل المودرين الفنين وبالنظر للتعامل مع المودرين الفنين او تعامل المودرين الفنين في مشاكلهم خلال البطولتين هنلاقي ان الاعلام تعامل بكسير من الرقفة مع كيروش بالرغم من المشاكل الكبيرة اللي كانت موجودة في المنتقب بينما تعامل بكسير من القصوة مشاكل اللي علاقة بيه اللي علاقة باداءه اللي علاقة باختياراته بينما تعامل اعلام نفسه بمنطلق قصوة مع موسيماني بالرغم من المشاكل اللي تم تصدرها ليه يعني احنا كنا شايفين واحد اموره مفروض انها تكون سهلة جدا لكن هو بالرغم من ده تعامل معها باشكال مختلفة ما بين السيئة الغاية والسيئة والمقبولة بينما في ما يتعلق بالمسلماني اللي هو تعرض لموقف انا بعتقد انه من اصعب الموقف اللي ممكن تمر على مدير فني وهو داخل بطولة مهمة زي بطولة كاس عامل الاندية لا احنا اه جلدناه بشكل تعديدا الاعلام بشكل جبري جدا ولا يزال يجلت يعني لسه مثلا مجد عبدالغاني النهاردة او من دقايق يعني عامل فيديو بيقول فيه في القناة بتاعته بيقول ان اللي كسبك يا موسيماني انت لو مشيت الالة يكسب من غيرك انت لو مشيت عادي يعني مش فرق معنا شخصية النادية اللي بتكسب لما كان بيعلق لمباراة مونتيري شخصية النادية اللي بتكسب شخصية النادية اللي بتنتصر بدون الاشارة الى اي نجاح لموسيماني انت ممتقد دعيالك بس هو ده اللي بيقوله مجد عبدالغاني موسيماني انت ممتقد دعيالك انت ممتقد دعيالك عشان انت بتضرب النادية اللي لكن انت مالكش تأثير انت وجودك زي عدم فده تعامل الاعلام مع موسيماني الذي لا يريد الاعتراف بما حققه من انجازات بالرغم من ان فيه نقطة مهمة جدا يعني واضحة لأي حد ليه في الكورة اني النادية اللي بالتأكيد جيله الحالي اقل بكتير جدا من الجيل كان موجود اي منويل جوزيه بكتير ولكن مع ذلك الجيل جيل منويل جوزيه ما كانش بيلعب بهذه الطريقة التكتيكية الرائعة اللي بيقدمها فكاس العالمي اني من وجه تنظري ان البطولة دي هي اكتر بطولة النادي الاهلي عبر فيها عن شخصيته الجديدة شخصيته مع موسيماني معبر فيها عن الاسلوب الجديد اللي بدأ ينتهجه وبدأت الامور تتبور يعني انت بتلعب من غير محور لعب من غير بليميكر ومعك ومع ذلك فيه اه فيه اه جودة في التدرج بالكرة فيه جودة في انهاء الهجمات فيه جودة في استغيال الكرات السابتة والاهم فيه جودة عالية في استغيال المواقف اللي بيتعرض لها الخصوم نايمن انت حاضر في هذه الامور لما نيجي نبص على اه كاس افريقيا للأسف الشديد انا ما بنكرش اه ان منتخب مصر ادى اداء بطولي وما بنكرش ان لعيبة لم تدخل جهدا يعني اه ايمن اشرف اه احمد فتوح اه محمد عبد المنعم مهند راشين انا ببدأ بلعيبة ما هياش اساسية محمد ابو جبل ببدأ بلعيبة ما هياش اساسية ببدأ بلعيبة الناشئة زي فتوح ببدأ بلعيبة اللي بدأت تكون شخصية لعب دولي ادوا اداء اه جيد في الاطار المتاح لهم وحاولوا الدفاع بكل ما قوتوا من قوة عن اه قميص منتخب مصر بعد ترف بدأ بشكل واضح وصريح ولا يعني اي مواربة فيه ولعبت الزمالك والاندار اخرى قبل لعبت الاهلي اللي بتلعب حاليا في النادي اهلي زي محمد عبد المنعم كلامي اه حتى قبل ما اتكلم عن الشيناوي في المرحلة الاولى من البطولة حتى قبل ما اتكلم عن صراحة حتى قبل ما اتكلم عن تريزيجية حتى قبل ما اتكلم عن عمل السوري اه لا العيبة دي يعني بدأت تكون شخصية بطل شخصية لعب دولي و اه لحد كبير هما نجحوا في ده ولحد كبير يمكن البناء على هذا اذا تم اضافة بعض الاناصر الجيدة اه هجوميا ولكن منتخب مصر بالرغم من ده فكرني اداءه باداء فريق قتلتكو مدريب ادتكو مدريب اه عنده سقود قوي جدا انا مع زي كل الناس محترق ازاي ازاي سيميوني بيلعب بالشكل ده ازاي سيميوني بيقدي بالطريقة دي نفس الحيرة لازم تبقى عندي و انا بتكلم عن كيروش هذا الفريق وصل الى نهائي بطولة افريقيا بعد ما سجل اربع اهداف هدف غنيا بيساو هدف السودان هدفين في اه المغرب وبقية المباريات كان ما بيحطش اي اهداف برغم منه وجود طاقة فنية هروية كبيرة اسمها محمد الصغح طيب لازم انت تضع مئة الف علامة استفاهم على دي لان مش منطقي جدا ان منتخب مصر بما لدي من ارث وتاريخ ما يقدرش يسجل اكثر من اربع اهداف دي نقطة نقطة التانية ان منتخب مصر اعتمد اكثر ما اعتمد مش عايز اقول على الحظ او على التوفيق لان فينها التوفيق هو الحظ مطلوبين في الحياة وما حدش يستغن عنهم لكن عايز اقول ان منتخب مصر اعتمد على الصدفة في مناطق كسيرة من المباريات الصدفة في ان كور تروح لعارضة الصدفة في ان اه الدفاعه يخترق بعض المرات الصدفة في انه اه يكون عنده حرس موفق بشكل جبير جدا انه بشكل اه غير منتظر زي اه كابتن محمد ابو جبل الصدفة في انك اه تكتشف عمر كامال عبد الواحد في مركز زي باك الايمن الصدفة في انك تكتشف باك اه سر باك ممتاز او مميز زي محمد عبد المنم الصدفة في انك تواصل برغم من اه كمية الغيابات وانت اصلا ما روحتش ببعض اللاعبين المهمين اللي زي مثلا احمد رفعت مثلا يعني اه كان اولى بكتير جدا من بعض اللاعب اللي راحت اه انك ما اعتمدتش على محمد شريف على الاطلاق بينما اعتمدت على مصطفى محمد برغم من الترافي ان كان يدور ايجابي كبير جدا في بعض المباريات التكتكية لكن اه انت اعتمدت على الصدفة في مناطق كتير وده ممكن تبني عليه ثقة لكن ما تقدرش انك تبني عليه اداءة لاني عشان تبني ادوات على ده وتبني اداء على ده محتاج شغل كتير ومحتاج اختيارات افضل من اه الاختيارات اللي بيتم اه اه اخدق اخدق اخذها مع اه كيروش في البطولات سواء كسر العرب او بطولة افراق بدأ برضو يبان ان فيه دور اكبر مما ياجب محمد صلاح في المنتخب ما بنكرش ان محمد صلاح واحد من اهم لعيبة في العالم حالان اللي بيكون اهمهم حاليا على الاطلاق لكن محمد صلاح ما ينفعش في النهاية انه وتجاوز حده اكتر من ان هو لعيب كبير في المنتخب ما ينفعش ان هو يبدأ يعني هو اللي قرر من اللي لعب دربات الجزاء هو اللي قرر من اللي يعني هو اللي دخل فيه الخطة هو اللي دخل في لعيبة اللي بتختار المنتخب انا شايف ان ده مش مش ايجابي اه بشوف ان اه تعامل الاعلام مع كيروش برغم من كل هذه السلبيات كان شديد الحنو والتعاطف مش قادر افهم برضو المبرر ده ومش قادر افهم صير احتفاء الاعلام بالمركز التاني مصر مش بتاعة المركز التاني مصر سبعة نجوم السبعة نجوم اللي على التيشرت بتاع منتخب مصر يقول ان مصر مش بسهولة انها تروح البطولة وما تبقاش مرشحة فمن نسبة لي برضو دي كانت تعامل تستفهم كبير على منتخب مصر وعلى تعامل الاعلام مع الموقف ومش قادر افهم يعني الاعلام وضعه حقيقي بقى متراجع الاعلام الرياضي تحديدا بقى متراجع في الظل احتكار الرياضة احتكار الاعلام الرياضي داخل قناة اه اونس بورت وفرد هيمنت على القنوات الاخرى بما فيها قنوات الاهي والزمالك من واقع سيطارة الشركة الرعية للثلاث قنوات فبقى في شيء من شكل من اشكال املاء الاعلامي اللي بيتم تصديره للناس الناس لازم تسمع حاجة معينة كل الناس بتقولها لازم كل الناس تقولها من فاش واحد يقولها والتاني ما يقولهاش مفيش رأي ورأي اخر في الاعلام بعض المنامج حتى اللي بتتجه بشدة ناحية الاراء الاخرى المتعارضة مع اراء القنوات دي اه زي برنامج البريمو بتاع السام صادق انا بشوف انها كمان برامج سودوية بزيادة وكأنه بيحاول انهما يقدموا طبعة اه معارضة لده لكن اه في مواقف اخرى بنلاقي البرامج دي بتتحد كلها على اه طرف اخر وهو اه الشريك الاصيل في هذه الحلقة الكيروش وهو الجنوب افريقي بيتسو موسيماني. مفهوم تماما ان في اعتراض من قبل بعض الاعلامين على كيفية اختيار بيتسو موسيماني مدير الفنياني النادي الاهي لانه في النهاية رجل جنوب افريقي. قولنا قبل كده ان الجنوب افريقيا هي الدولة الوحيدة اللي في افريقيا اللي ما تقدرش تقول عليه انها دولة اه افريقية ممكن تقول عليه انها دولة افريقية بمسحة اوروبية سهولة الخروج والدخول الى اه الدول الاوروبية لتلاقي اه العلم الحديث في اه مختلف المجاهة مش في الكورة بس مش في الرياضة بس. اه ده بيمدح جنوب افريقيا افضلية في كوادرها. يعني بشكل بشكل واضح. عشان ما نبقاش ايه? ما نبقاش متجاوزين. اه ما ينفعش انك انت تتحدث عن اه جنوب افريقيا بيتسو موسيماني. وي كان اه الراجل متخلف اه فنيا او متخلف كراويان. كلام ده كلام فارغ ولا يليق بقى احد انه يقوله. والاهم انه لا يليق بقى احد ان يقوله بعد كامل انجازات. الراجل عنده مشاكل في بطولة الدولة ما حد شده ينكرها من السنة اللي فاتت. لكن المشاكل دي جيها مكافآت ومكافآت ساخية. النادي قال اه يحصل على بطولتين افريقيتين. يحصل على بطولتين سوبر. يحصل على برونز زيتين في كاس عالم مرتين واربعة دي. بيجيل اضعف بكتير جدا. من الجيل كان برعف البطولة دي زمان في اه وجود محمد ابوتريكا ومحمد بركات وفي لافي وعمد بتعب وشوقي واسام الشاطر وعبادة نحاس وشادي محمد وحمد السيد والجمع واسام الحضري. النادي قال يحقق برونز زيتين في تواجد جيل اقل بكثير من هذا الجيل. وبرغم من ده لا نجد للاعلام قال صدى على بيتس المسلماني. الناس حكمت على بيتس المسلماني من واقع اداءه في كاس روابطة. بشوف ان بيتس المسلماني كان عنده قضية اساسية في كاس عامل اندية هو الزياب قائمة شبه مكتملة. مفيش مجال الاجتمال ولكن في مجال شبه الاجتمال. النادي الاهلي صعد عدد من النشئين للحكم عليهم خلال فترة الجاية. النادي الاهلي اكتسب عدد من اللاعبين في هذه التجربة على رأسهم محمد مغربي الذي شارك في كاس عامل اندية. وايضا مصفة شبير وحمز علاء وا احمد عبدالنبي وا احمد سيد غليب وزاد طارق. اه عدد عدد كبير جدا من اللاعبين اه اه النادي الاهلي اه وقف على مستوى اه ناشئين واصبح مستعدا في الظروف الصعبة لاستيراد هؤلاء الناشئين من قطاعه للتعامل مع المواقف الصعبة. النادي الاهلي في طولة كاس روابطة اراد ان اه يحتفظ باكبر قدر من اللاعبين اه لانه وبدأ يجد ان عنده عدد من اللاعبين بيفقدوا امتباعا في كاس رابطة على رأسهم صلاح محسن وبيرستاو وحسام حسن كان من الوارد جدا انه بقى انهما يبقوا داعمين للفريق بشكل او باخر في كاس عامل الاندية ولكن خسرهم امتباعا ثم ذهب اليابان يخسر مجددا لعب مهم اخر عمار حمدي كان من الوارد جدا انه يبقى دور كبير جدا فيه مباراة منتيري اللي النادي اهلي حسامها بنتيجة هدف للشيء. كسير من المحللين وبعضهم ينتمون الى النادي اللي ولا ينشاكك في انتمائهم او بمعنى ادقل ينشاكك في انتماء بعضهم وانما ينشاكك في انتماء البعض الاخر. اه اه تحدثوا عن سازاجة بيتس الموسماني تحدثوا عن سازاجة اه المدير الفني جنوب افريقي في التعامل مع الامور دي وامتى اللعبة الكبيرة تاخد وقت بتلعب علشان تقدر ان يتشارك فيه كاس عامل الاندية لكن من الواضح ان بيتس الموسماني كان يدرك يعيبيه ويعرف يعيبيه بشكل افضل مما كان اه يعرفه المحللون. احترم تماما وجد نظر هواي المحللين ولكن اه الرجوع للحق فضيلة الرجل اثبت من واقع اداؤه في بطولة كاس عامل الاندية انه كان هو الاسوب وكان هو صاحب رأي الاسوب ولكن تعامل نفس الاعلام مع الاخفاق الذي حدث في بطولة كاس عامل الاندية المطالق بهزيمة النادي الاهي امام فريق بالمراس الفائز وبطولتين روبيرتادوريس متتالياتين تعامل الاعلام كان شديد القصوة واكبر بكتير جدا مما احتمله الامر دون النظر الى نفس التوازي او نفس العدالة مع اا كيروش على التوازي اللي كان اا يعني اهدأ السنغال اول بطولة افريقيا ليها اا بطريقته في اللعب وآآ بطاركه لمحمد صلاح انه يحدد آآ اللاعبين اللي هلعبوا آآ ضربات الجزاء دون اي تدخل منه طبعا طريق التعامل الاعلام هنا قدينا شايفينها وطريق التعامل الاعلام هنا قدينا شايفينها ناس كتيرها تكلمت عن ان النادي الاهي لازم يماشي موسماني زي ما تصعدش نهائي كسلامي ان ديام محدش اتكلم عن الظرف اللي النادي اللي راح فيه محدش تكلم عن اللاعبين الدوليين اللي يا دوبك جم من المطار يوم آآ الجمعة نزلوا يلعبوا آآ جم من المطار آآ يوم الاتنين نزلوا يلعبوا يوم التلات طبعا يعني في غياب كمان عدد من الاساسيين المهمين المهمين جدا في كل الخطوط محدش تكلم على على ده كله تكلم عن ان كان النادي الاهي لازم يكسب او لازم ينتصر على فريق بالمراس ولازم يصعد نائم وجهة تشيلسي ودي الفرصة الزهبية اللي احنا ضيعناها مين اللي ضيع هذه الفرصة من النادي الاهي هل هو الجنوب الافريقي الجنوب الافريقي بيس المسلماني ولا ظروف ولا تأمر بعض الجهات المصرية على النادي الاهي فيما يتعلق بمواعيد البطولتين دون محاولة اي محاولة لحالة هذا الامر بكل تأكيد الاعلام يتصرف بشكل غير عادل مع ابت سمو سماني بكل تأكيد الاعلام يتصرف بشكل في مجاملة لكاروس كيروش على الناحية الاخرى بالتوازي او بالنظر الى بالنظر الى الموقفين وبالنظر الى الحالتين وبالنظر الى الادائين دون النظر الى النتيجة النهائية في النهاية منتخب مصر حصل على تاني افريقيا لكن النادي الاهي حصل على تالة العالم النادي الاهي اه منتخب مصر جاء من بعيد بالفعل لا حالش ده الان كان ده جاء من بعيد بعد اداء مخابر امال في بطولة العرب لشكل اشكال اداء المناسب او يمكن البناء عليه في بطولة الامم الافريقية بينما النادي الاهي حقق اداء هائلا امام المكسيكي بعد مباراة هائلة من غير خمستاشر او سبعتاشر العيب من الفريق من قوام الفريق وآآ اداء ايجابي تحديدا في الشرط التاني امام بالمراس ثم فوز مدوي للنادي الاهي على فريق الهلال الناس ما اتمتش بالنظر لهذا الاداء الهائل هذا الاداء الايجابي الذي يؤديه النادي الاهي والاداء السلبي اللي بيؤديه منتخب مصر بكل تأكيد الشكل العام اللي بيظهر بالاعلام في التعامل مع بعض المواقف بالشكل ده اللي بالطريقة دي او بالاسيوب ده بتثبت ان فيه ازمة عند الاعلام المصري بيحاول انه يملي بعض الافكار على الناس والاسف الشديد الناس بتستجيب اتمنى من جمهور النادي انه يدفع مداربه واتمنى ان كاروس كيروش يتجاوز بعض الاخطاء الكبيرة من اجل الصعود لكأس العالم على حساب السنغال لرد الاعتبار ولرد اعتبار ايضا صلاح امام ساد يومانيه لمصرحة صلاح ولمصرحة منتخب مصر وايضا بالنسبة للمور النادي قال عليه ان يدافع مداربه وان يصرق في مداربه وايضا ان يحاول المدارب بيتس المسلماني تقرير اخطاء لدفع مزيد من الثقة في اوردة المشجعين سلام عليكم اشتركوا في القناة